الكابتن رضا عبدالعال كان له تصرحات سابقة عن بدر بنون والكابتن رضا عبدالعال دايما تصرحاته بتاخد نطاق بعيد خالص برا السندوق لكن خلينا نبدأ الأول بالتصرحات الفنية اللي كانت عن بدر بنون قبل انضمامه لنالقالي أو وقت إعلان انضمامه لنالقالي نسمع الكابتن رضا عبدالعال عشان نرجع نعقل أقول لك على حاجة بس عشان الناس بس هتزعل مني يعني بدر بنون اللي جاي بينه ده النادي الأهل وأحمد بيكهم أحمد رمضان بيكهم لسه بيكهم مخلص رسمي أكسب جلالت لا أحمد رمضان بيكهم قدمية زي بدر بنون وأي حد في العدة دي بس خلي بالك بدر بنون ده لعب خبرة سيبك من القوانطة دي بس إحنا شفناه لا بيعرف يتحرك ولا بيعرف يوقف هو طويل وسطيل عالفاضي أنا بكلمك على انت ليه يكون عندك لعبة هنا ولعبة كويسة وفهماك وعرفاك وعرف طبيعة النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي وأروح أجيب واحد أليل عشان إن أنا جاي بلعيب محترف أنا بقولك هي دي مش كلة السفقة أنت بتجيب للشو ولا للي أنت محتاجه بطريقة الراجل اللي اسمه مسوماني اللي هو بيلعب من وراء ويبدأ الهجمة من الشناوي دلوقتي مع واحد زي بيكهم هيركب النادي الأهلي على أي فرقة في مصر وبرة مصر ده هو جاي ببادر بنون عشان دي يا عم ما بيعرفش يالها عشان بيستلم من تحته وبيتحرك يا عم دعمت زحمة ببادر فيها الرأس جاي استعرضنا قبل كده موقف الكابتن رضا عبدالعال ورأيه في بادر بنون وأكدنا إن الكابتن رضا عبدالعال لا شاف بادر بنون ولا شاف الرجاء ولا شاف الوداد إلا فكرة الرجاء والزمالك فقط لغير وهو حك أو خد قرار إنه يحكم على صفقة النادي الأهلي من خلال مباراة واحدة واستعرضنا الكلام ده قبل كده لكن الحقيقة وهنا الكابتن رضا عبدالعال بيختلف بقى شوية عن الكابتن مجدى عبدالغان في نقطة معينة إنه هو بنفسه يقدر يقول لك أنا أصلا ما كنت شفت اللعب يجبني بينسى والله بينسى كابتن رضا بينسى مش بغير رأيه حاجة جويسة برضو لكن الكابتن رضا عبدالعال لما شاف بادر بنون من مباراة واحدة مع النادي الأهلي وفكرة بقى التدرج بالقرة والكلام اللي كان بيقوله ده وبقى يتخلص عن فكرة هو طويل وجمهيري النادي الأهلي وصفقات الشو وقلنا قبل كده مجلس صرف نادي الأهلي ما بيعملش الصفقات شو والأمور كلها داخلت ده ضمن تخطيط وما يدروس بشكل كويس جدا لما الكابتن رضا عبدالشاف قال ايه نسمع الكابتن رضا عبدالعال بدأت ببدر بنون انا ما عنديش مشكلة ما عنديش مشكلة خالص ان انت تبدأ بيه هو العيب انا اقول مرة شوفه خلي بالك فماتش الرجاء ده التشكيلة ما مهم فماتش الرجاء ما كانش كده طبعا الشدناوي بدر بنون ايمن اشرف واخد بالك لما انا اتفرقت على بدر النهاردة اهم ميزة فيه ان بيع في باصر خلي بالك بقى هنا اعلى من ياسر ابراهيم ورامي ربيع اه طبعا انا ابص احنا نختلف نتفق نهرج نضحك انما لما تيجي تبص بقى وتتأكد وتشوف تقول بما يرضي الله يعني اللي انا شفته النهاردة ان بيعرف يطلع الكرة صح طب ودي حاجة كان النادي الاهلي نقصها مسلا تبوز الخلفي بالنسبة لخط الدفاع هو كان الوحيد اللي بيعملها على فترات كان عيمن اشرف يعني من صفقة شوة كابتن رضا وكلامك ان انت بتشوفه الاول مرة بعد مبارات الرجاء وفشوفته بشكل مختلف هو ده اللي احنا كنا حابين نوصله لك كابتن رضا لما انتقطت صفقة بدر بنون واعتقد انت بتقول بتحب اللعبة بتاعت كرة وشفت بدر بنون هيكون ايه وبالمناسبة احنا هنا لا بنحكم على نجاح الصفقة ولا بنحكم على فشل الصفقة فيه كل لعب بنجيبه بيكون متوسمين فيه النجاح طبقا لارقام طبقا لياسات معينة وطبقا لوجهة نظر مدير فني ولجنة تخطيط النجاح من عدمه اللعب بيثبته ان شاء الله في الملعب لكن طبعا كلنا يعني امنيات ان اللعب يحقق نجاحات كبيرة جدا يا فارس خاصة ما بيحتوى على شخصات كبيرة جدا كاليدر في انت عارف انا بدر بنون وديانج فيه لعبة كده بالنسبة ومنشست لهم عزة خاصة يا ابن ان شاء الله عايزين بقى نتكلم في حاجة ودي قضية اتمنى ان هي تكون رسالة اعلامية ودي الحاجات اللي بتبقى اعلاميا بمعنى ايه كابتر رضا قال رأي بغض النظر عن هو بيطلع يقول رأي شفنا في الشناء واستعرضنا احنا حاجات كتير جدا كان قراءة كابتر رضا كلها متضربة فيها وكلها بالهوى وبطريقة الترند كل ده والله العظيم لا يعنيني لانه في اطار رياضي وفي اطار ترندات وفي اطار عادي جدا حتى لو اختلفنا معاه سهل جدا ترد ومش مؤذي لحد ولكن في رسالة اعلامية لحد اخر لحظة هنا حنتمسك بيها وانا اللي مستغربه ان ازاي الاعلام لا يتناول ده مع ان مصر عندها سياسات واضحة جدا الدولة المصرية مع كل المنظمات الحقوقية وحتى المنظمات الدولية فيما يخص مصطلح التنمر ومصر طلعت عقوبات مشددة فيما يخص التنمر يا جماعة كابتر رضا عبدالعال لا في نقطة مهمة جدا شي كبالا لما بعد الجماهير صورت فيديو عنه تم القبضة على الجماهير دي ونفست وفعلت القانون فيما يخص التنمر كابتر رضا عبدالعال بيعمل حاجة سيئة جدا غير مقبولة واعلاميا لازم يكون فيه وقفة شاملة من كل الاعلاميين معاها ان انت بتصف المدربين واللعبين باوصاف لا يمكن ان هي تصنف كاوصاف رياضية وتقع تحت طائلة التنمر مباشرة زي ما وصف بدر بنون قال ده شبه فلان وشكله فلان تعالوا نسمع قال ايه عن بيتسو موسيماني ونرجع بسرعة نعقد رسال كتير جدا جدا لكابتر رضا والناس بتتكلم برضو على ان زي كابتر رضا بيتكلم على موسيماني يعني بتكلم على واحد من الصحابة ده بكرشي وقدي كده واقسم بالله كانتايه ومش شايف لا يا كابتر خلاص انت مالك النهاردة مهيب بيتكلم معاه فبيقوله بيتسو موسيماني المدرب اللي بكرش كذا انت متخلم ان ده حوار كروي ابنائنا واخواتنا والاطفال الصغارين في كل مكان بيسمعوا ده رياضيا بعد كده كمان مع مهيب تجاوز في حقه بوصف حتى مش عايزين نعرض الفيديو رغم انه معانا والقناة اللي تعرض عليها الحلقة منزلتش الفيديو ومنزلتش الحلقة في الاعادة ومنتجة اللفظ ده ورغم ان احنا وصلنا الفيديو وقلنا مش هنعرضه لانه تجاوز في حق مهيب برضو بوصف الاعلاقة بالشكل يا جماعة ده لا يمكن ان احنا نسمح بيه النهاردة بنشوف دوري الابطال في مباراة فيها البيس جي والفريق التركي حصل تجاوز من الحكم تجاه لاعب ووصف وبلونه الفريق انسحب بالكامل خلاص احنا رحنا لمرحلة ان الالفاظ اللي فيها تنمر لازم نقف عندها ماينفعش ده اعلامية نصدر ودي رسالة مني للمجلس الاعلى للإعلام لازم يكون فيه وقفة تجاه المصطلحات دي وكمان بكلم النادي الاهلي لازم يكون فيه تدخل واجراءات قانونية تجاه اي حد بيوصف في داخل منظمة النادي الاهلي بمصطلح زي اللي رضا عبدالعال بيستخدمه وحبين نعرض بس في النهاية قانون العقوبات رقم 309 اللي بيعرض كابتل رضا عبدالعال للحبس ستة اشهر نتيجة مصطلحات فيها اساءة والمصطلحات البدنية او اللي بتتناول الشكل او الدين او اللون او العرق رسالة مهمة جدا لا لا يا احمد ده مستقبل ولدنا اللي لازم نعفع عنده واخيرا نتمنى نكون الحلقة كان فيها حاجات كتير جدا كنتم مستنينها